وصلنا لتاني فقراتنا لليوم لنحكي فيها عن التوتر والقلق طبعا التوتر والقلق بيسببوا كتير من الآثار الجسدية والنفسية لكن اليوم رح نحكي عن تأثير القلق والتوتر على صحة الفم والأسنان نحن هلا مقبلين على امتحانات الشهادات الثانوية والإعدادية هذول الطلاب بيكونوا بقمة التوتر رح نحكي اليوم شو تأثير التوتر على صحة الفم والأسنان وشو هي طرق العلاج والوقاية معظفنا اللي صار معنا بالاستوديو الدكتور إبراهيم توركماني الدكتور اختصاصي تجميل الأسنان والتعويضات الفكية سعد صباحك دكتور صباح خير يا أهلا وسهلا فيكم صباح خير حكيم صباح خير سوريا دائما بالنصر والفرح والسعادة إن شاء الله إن شاء الله دائما نطلع بالشخص يعني أول علامات أنه بتحسوه بلش يعصب بلش يكيز على أسنانه ببلش يصير عنده يعني حركة لا إرادية بأسنانه يعني وله هذا الشيء أكيد يعني له تأثير جدا أو ربط ما بين التوتر والصحة الفموية خلينا هيك مشرح طبيعا اليوم لكل حدا اليوم عصبي قدي له تأثير سلبي على صحة الأسنان لا ولا شك الحالة العصبية السترس هو حالة منع صحية على الأطلاق وهي ضد الصحة العامة وما بس ضد الصحة العامة يعني نحن في عنا تغيرات عامة بتصير الجسم وفي عنا تغيرات بتصير داخل الحفرة الفموية ووقت اللي بنحكي على تغيرات داخل الحفرة الفموية نحن عم نحكي عن مركب قح في وجهه هيك بنا يكون التعبير عنه وبالتالي رح يصير فيه تغير بشكل الوجه بشكل كامل حقيقة نتيجة التوتر ورح نقول ليش أنه بصير عنا هالتغير الكبير بالناحية الجمالية بالوجه نتيجة أنه واحد بيعصب فالمفروض نحن نكون كلهاتنا ريلاكس لحتى نحافظ على الجمال الخارجي إلنا هي فيها تكتور أنا عم أكتسيم لأنه حضرتك أيها فلازم نحن حقيقة نكون كتير هادئين ونحاول نتعلم الهدوء بشكل كتير كبير لأنه نؤمن أنه دائما المشاكل راح تعدي وراح تخلص وراح تنتهي أكيد مثل ما بدأت راح يكون فيه إلى نهاية لكن النهاية نحن ما نقررها ونكون وعين أكتر وعننا حلول وأسكياء بالتعامل مع مشاكلنا وما حدا بالحياة بمر بدون مشاكل هذا يعني شيء طبيعي بالحياة وليس شيء مرضي أنه يكون فيه يعني مشاكل وين من كان يعني وبالتالي نحن يجب أنه نكون عندنا حالة الوعية لحل هالمشاكل هاي وما تأثر على وجهنا يلي هو مهم حقيقة صحة الأسنان صحة بشكل عام والوجه وهي ناحية مهمة للمجتمع أنه يعرف خاصة النساء أنه وقت اللي بتعصب راح تفقد بجمالية وجهها بالأضافة للنواحي الصحية الثانية أنه بتروح باتجاه السمنة فهذا الموضوع مهم جدا بالنسبة أنه نكون نحن هادئين حقيقة أنا بدي أبدأ اليوم أنه نحن بفترة يعني كتير مهمة بحياة سورية هي بناء الأجيال اللي نحن ثمارنا هلأ بدنا يكونوا يدخلوا من المرحلة يعني بوزارة التربيه لوزارة تعليم بالبكالوريا وبالتالي رح ينتقلوا انتقال جوهري ومهم ويحدد المصير وبالتالي عما تخلق حالي من يعني التوتر عند المجتمع كآباء وأمهات والمجتمع بشكل عام بتحمل هالمسؤولية هاي نشوف إنه نحن كل المجتمع بيتكاتف بهالنقطة هاي الامتحانية والجيران بيتعاونوا والكل بيتعاون لإيمانهم إنه هو مستقبل سورية حقيقة مستقبل المجتمع بهالثمار هاي الناضجي لكن هي فترة التوتر دكتور يعني نحن ما بدنا إياها هاي حقيقة تانية كيف تأثر اليوم على الصحة اليوم نحن من روح الأباء والأمهات والأط يعني الشباب والصبايا اللي عندهم ثانوية مثلا وعدها دي فهدول بيكونوا حاملين هم كتير كبير وتوتر عالي المستوى منهم والأهالي مع الأهالي وبالتالي هذا الموضوع سينعكس على الصحة الفموية كيف سينعكس هذا التوتر على الصحة الفموية هذا السؤال المهم والجوهري بعد المقدمة الطويلة لا تكشور حلو نيوم نحن هاي المقدمة جدا وهم اليوم يعني يا رب فالموضوع نحن وقت المنروح منقول على الصحة الفموية عم نحكي على شقين حقيقة عم نحكي على الشق بيتعلق بالأغشي المخاطية هي اللثي وما حولها والشق التاني اللي هي الأسنان هلأ يلي بيتعلق بالغشاء المخاطي الفموي عادة بيكون القلاع الأفت يلي بصير القلاعات وهي منتشرة من شوفة نحن وبتعمل ألام وإزحاجات رهيبة عند المجموعة التي تصاب وبتكون معندي وكبيري بهالفترات من التوتر العالي المستوى على الطلاب الثانوية وبالتالي هاي موضوع كتير هام وبيزعجهم حقيقة وبيعملهم ألم شديد وبصيروا معادي يقدروا يأكلوا بشكل جيد وبنعمل حالة تدني بالمستوى الغذائي وهذا خطير يعني هذا الموضوع ما بصير يكون موجود وبالتالي نحن هاي مشكلة كتير هامة وكتير بسيطة يعني حلولة كتير بسيطة بالغشاء المخاطي طباء الإسلام بيقدروا يوصفوا يعني بعض الأدوية اللي هي عبارة عن كريمات بتقدر تتغطى هالمناطق وتروح خلال فترة وجيزة يعني خلال يوم أو يومين بـ 14 أو 48 ساعة بتكون قدرنا ما تخليها تتفاقم وهي نقطة غايبة الأهمية لأنه تركها تتفاقم للقلاع ريح يعمل مساحات كتير كبيرة وصير معند على يعني المعالجات وبدأ فترات أطوال وهي نحن عم نحكي عن زمن هلأ نحن بالأسابيع للامتحانات وهي مهمة جدا أنه نكون نحن مرتاحين نفسيا النقطة الثانية اللي بتكون موجودة نحن بأعمار هلأ السبتعاش والسطاش والثمنتاش اللي عم بأدموا يعني الثانوية العامة هنها الأعمار هدول الرائعين جدا بيتبلش النضج عندهم حتى بالأسنان وميشوف أنه بلش يبزغ عندهم الأرحاء الثالثي أو ما بنسميها بشكل شائع أدراس العقل وبالتالي يعني الموضوع البعض بيلتقى أنه هالبزوغ هذا بيكون مزعج بالنسبة إلون لذلك كتير أنا بقول وبوجه لشبابنا والصبايا يتمضمضوا بالماء والملح بهذه أبسط طريقة وياللي بيقدر أنه بالموضوع المضامض الفاموي من الصدريات ليكون لكن الماء والملح المضمضة فيها حقيقة رايح توفر علينا ما يصير في عنا شيء اسم التواج لأنه بالبزوغ لثي بتكون متغطاي للدرس العقل وبالتالي أي رد أو شيء نشوفه هلأ يعني الموضوع الرد كتير بيصير كبير بهذه الفترة وبالتالي بيصير في حالة التهابية شديدة وبتعطينا معاناة بالألم وحقيقة نحن بنى يعني مرحبين بطلاب الثانوية هلأ أنه يجل عنا على العيادات أو يراجعوا للمراكز الصحيح لأنه وقت أثمن من أنه يصابوا بهيك مواضيع لذلك الموضوع وقائي بالنسبة لنا هلأ يعني المضامض جزء من أنه ما نقع بمشكلة بهالسن هذا وهي نقطة غاية بالأهمية إذن في عنا هاي النقاط وهي بسيطة وحلولها كتير سهلة بالنسبة لنا وما نتوتر يعني دغري في الحلول هاي كتير مهمة النقطة الثانية اللي عنا إياها هي الأسنان خلينا نقول الأسنان وين يعني التحدي تبعا التحدي أنه هي حبابين وبيض وما في منهم بس المشكلة اللي بيهاجموهم هني المشكلة سواء يعني الموضوع الجرسومي والتراكم اللويحة الجرسومية يلي هي بتعملنا مشكلة حقيقية بالنخور يعني هاي نقطة كتير هامة بس ما بصير هاي فورية يعني هاي إذا كان فيه نخور بذا تكون قديمة صلى سنة لحتى تعملنا مشاكل لكن الموضوع يلي بصير هو العضلات يلي بكون ناتجة عن الأفكار السيئة أو السلبية وبتيجي بتحرك الفك السفلي بشكل عشوائي وغير منضبط وبالتالي بشكل يعني عنيف جدا وبتأدي هالحركة الكبيرة أنه يلتسقوا أو يتمسوا الأسنان العلوية مع السفلية بشكل عنيف جدا التصادم هذا يلي نحن ما منشوفه وهذا عادة بصير ندي نتيجة الضغوط الداخلية اللي نحن منحمله حقيقة هي التصادم هذا الكبير بصير بالليل ووقت المنام بصير اللاوعي عنا هو اللي بيشتغل وتبلش تطلع المفرزات يلي نحن خزناها بالنهار أو سابقا وبالتالي بتبلش تعطي ردود فعل بعضلات الفكيين لأنه هي الأسهل حركة يعني البعض بيمشي بالبيت ما هيكي فبنسمع بهاي الأقصص بيمشي بنومه وبالتالي الموضوع بالنسبة لأن العضلات هذولي كلهاتنا ونحن نبين دوما نتحرك بيجو بتحركوا غصباً عننا وما بإرادتنا ممكن هاي حالة طبيعاً اسمها صرير الأسنان نحن منروح هوني لنقطة اسمها صرير الأسنان وهذا أو بنسميه نحن بالأحرى الصرير الليلي لتلامزمه مع الليل مع النوم هو دائماً بصير بالليل هو ليس دائماً في غالب الأحوال معظم الحالات الأشياء ليلاً لكن البعض حتى إذا بتشوفه مثلاً مدير بدائرة ومعصب موظفينه فبتلاقي عضلات الماضغة هو مسكر عما تنبض من كتر التوتر ومن كتر الشدي عم بيحاول يمتص غضبه أو ما يحكي ولا يتصرف ولا فبتلاقي العضلات الخديين عما كتير ترتجف حقيقة من شدة الموضوع وبالتالي هذولي بيكونوا حقيقة عرضة شديدة جداً 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 بالليل وبالنهار بيكون سترس عالي عندهم وبكون السحل الشديد شو معنات السحل الأسناء؟ ونوصل لها النقطة هاي يعني نحن في عنا قلنا تصادم وأنا قاصد به هالكلمة إنه حكيها موضوع التصادم نحن ما بنعرف شو نتائجه مثل السيارتين ضربوا مع بعض شقد الشدي بيكونوا فهذولي بيكون الضرر كبير فالتصادم يلي بيصير بيصير فيه تشققات بشكل المينة نحن نكون ما شايفينا حقيقة بس لو نحطها تحت المجهر نشوف إنه فيه تشققات صارت شو معنات هذا الكلام؟ يعني نحن رايحين لأنه يكون في عنا خسارات من المينة راح تصير بالمستقبل هاي نقطة كتير مهمة نقطة تاني إنه التصادم هذا هالصرير هذا هالسحل يلي بيصير بين السطحين بيبلش يفقد هالاحتكاك هذا بتفقد المينة من كميتها من السماكة تبيعتها ما بس هيك لدرجة إنه بظل عما تفقد تفقد لتوصل للطبقة يلي تحتاه هي العاج وبالتالي وقت عم نحكي عن سماكة تفقد عم نحكي عن بعد عامودي عن شكل الوجه عن طول الوجه إنه يصير في فقد فيه بالطول وبالتالي عم بصير في عنا فقد جمالي ليش؟ لأنه بالمتقدم من الحالات راح نشوف إنه الفك السفلي بصير فيه بروز للأمام وهي بصير حالي جمالية غير مقبولة وهي سبب التوتر حبيب؟ وهي سبب التوتر فإذن الموضوع نحن عم نروح لناحي جمالية كتير مهمة وبالتالي يعني الموضوع بالنسبة لنا لازم نهدئ أعصابنا وهذا الكلام نحن يعني وقت العم نحكي ما عم نحكي على موضوع اليوم صار معنا وبكرة راح يصير لا هو عامل الزمني الحقيقة فلذلك نحن من الوعي إنه نضبط نفسنا ونضبط يعني الشباب والصبايا إنه نهديهم وما يدخلوا بموضوع التوتر الكبير هلأ نحن يعني أنا بوجه من خلال شاشة كل الكريمة حقيقة لأسباب التوتر والامتحان يلي عنا ياه يلي موجود تاريخيا وإرثيا ويلي يعني أحيانا الأسرة بتكون واعي بروع المدرسة بيجي أستاذ يكرم المرء أو يهان وبالتالي يعني هذه الثقافة الغير منطقية حقيقة أن تطرح أمام الطلبي سواء بالمرحلة الابتدائية أو الثانوية وبالتالي نحن يجب أن نوجه الجيل لأنه الامتحان هو عبارة عن درس مثل أي درس تاني وقت بالقاعة الدرسية مثل أي وقت تاني هو عبارة عن تركيز معلومات بشوف الأستاذ أو بتشوف الأسرة التربوية أنه هالمعلومات هي ضرورية للطالب لحتى يكون بالمستوى الأعلى إذا هضم فهو أحسن أداء وبالتالي يكون بالمستوى الأعلى وهي يعني رؤية تركيز على ناحية تربوية ناحية تعليمية وليس عملية أنه نحن خالدين يعني فيها كرامة الحياة وفيها عزة الحياة وفيها هي نقطة تربوية الخطيرة أنا اللي بشوفها بالموضوع فلذلك التوجه التربوي أنه نشوف الامتحان هو حالة صحية هي حالة ضرورية هي حالة بتتماشى مع التطور العلمي هي حالة راحة نفسية لأنه نحن ضروري نروح مبسوطين ونشوف نحن التوتر وحالة شكل نحن غير من ضوض نضوي على فكرة التوتر النفسي والرهاب الامتحاني يعني كرمالك على هدول الأساس موجودين تتشكر وزارة الإعلام من خلال الشاشة تكون الكريمة أنه تتوجه دائما بهالمواضيع هي المهمة جدا حقيقة بالإضافة لعادة الشيء دكتور يمكننا كمان العادات الصحية النظافة كمان بالإضافة للتوتر كمان مهمة اليوم لمحافظة على صحة الفم والأسنان خلينا نحكي شوي كمان عن بعض العادات الصحية اللي هي بتخص النظافة نحن خليني أنا أقول بعض الطلاب بيستخدموا أنا هاي الفكرة كنت يعني بيقولة أنه بيستخدموا مثلا الألم أو ممحات أو بيستخدموا حطوها عند أسنان وبيبل شوي عصبه وببل شوي هي خطرة جدا كمان تعطينا انحرافات حقيقة بالشكل الوجه وهي يعني نقطة كتير هامة يعني بيشوه حقيقة تشويه كامل بصير في انحراف وميلام بالوجه بشكل واضح فهي نقطة يعني بتمنى أنه ما يستخدموا هالأدوات هاي ويعني وفرغوا طاقتهم فيها على الأطلاق يعني يكون يعني بالضبط يعني هلأ فيها وعي أنه نحن في عنا تدريجي في عنا وقت موسيقى في عنا نقوم نتحرك نساير الأسرة وبالتالي في تفريغ للطاقة وهي عبارة عن وقت بدي يمضى يعني في الأخير هالشهر راح يخلص وينتهي وتشوفوا أنه كان كتير بسيط والمهمة اللي كنت فيها يا طالبنا العزيز هي مهمة يعني أكيد أنت أدى وأكتر لحتى تخوض بالجامعة وتشوف أنه الحياة لسا فيها كتير من المسؤوليات المهمة اللي نحن منقدر ننجزها بشكل كتير كبير ونبني فيها حقيقة من اجتمعنا وبلدنا إن شاء الله الموضوع الصحي اللي تفضلتي حضرتك فيه هو موضوع غايب الأهمية هو ما بيقتصر حقيقة على وقت معين هو منهج يعني وسلوك لأبعد حد نحن منتوجه دائما أنه يا ريت نحن ما نهمل موضوع فرشات الأسنان بكل المقاييس والمضامد الفموية اللي هي سواء مي وملح أو مية عادية بس المهم نعمل الحركات هاي البسيطة اللي ما بندركها يعني أنا بشوف الصحة العامة هي أنه نغسل إيدنا بالماء والصابول هي قاعدة صحية عامة تماما بتابعة وبيكون معا دائما هي أنه نفرش أسناننا بالمعجون والمي بي عدد مرات معينة دكتور ولم تهم معروف صبح ومسا نحن لو قلنا عدد من المرات رح يكون في حالة تحدي لكن بعض الدراسات لقيت أنه يلي الناس اللي عندهم صحة عالية هن الناس اللي بيعدوا من النوم مباشرة وبيفرشوا أسنانهم وبعد ما بيفطروا بعد ما بتغدوا بعد ما بتعشوا بيعملوا تفريش للأسنان ويلي بيفرشوا أسنانهم قبل ما يناموا فهي المرحلتين نحن ما كنا منتبهين لهم دائما كنا نقول أنه بعض الوجبة الطعامية حقيقة رحوا لبعض الدراسات أنه حتى يعني كتير مهم أنه وقت اللي بيعد من النوم قبل ما يفطر تكون فرشاة الأسنان هي يعني لأنه بيكون حقيقة في مستعمرات جرسومية بشكل هائل موجودة كان في نتاج كتير كبير لهالمستعمرات أي تأثير على الحفرة الفموية ونحن منجي فورا مناخد حلو أو صباحة أو مشرب قهوة أو منفطر فميكون عم نغزي هالمستعمرات بشكل كتير كبير البعض إذا راح على العمل وما انتبه هالقصة فبيكون عمل يعني مشكلة كتير كبيرة هي مستعمرات جرسومية حقيقة لأنه تخريبية دائما التخريب يلجأ للموضوع المصطلح نفسه وعنده صرعي يعني بالوقت يعني فورا بتلاقي أنه عطى تأثيره السلبي بالضبط نحن حقيقة بيعمل انحلال بالميناء يعني نحن الساعات هذه بالنسبة لنا كتير مهمة يعني قد لا تظهر عينيا بالنسبة لنا كأشخاص لكن حقيقة بيكون نحني لو نحط يعني حياتنا تحت المجهر بتكون مشكلة كتير كبيرة فلذلك الموضوات الأطباء والعلماء بروحوا بيحكوا عن منهجية مهمة لبعض ما بلاقيها كتير ما بيقتنع فيها بس حقيقة بيكون عم يدفع ضريبة كتير مهمة بالصحة الفموية لذلك يعني أنا بشوف موضوع التفريش ويا ريت يعني يكون قبل شي ما بنقعد من النوم نحن نتوجه لفرشات الأسنان مباشرة متل ما بنغسل بالماء والصابون وجهنا يكون في موضوع هذا التفريش الأسنان بنكون نحن حققنا يعني قفز بالصحة الفموية مهمة حقيقة وأنا بيعني بشوف هذا الأمور البسيطة هي توفير لكتير من ناحية الاقتصادية للمجتمع حقيقة وتوفير ورحلة تعلاج اليوم على المريض ووقت بالإضافة للمعاناة والوقت خلص معك اليوم حكيمنا هيك سريعا يعني معلومات جزيلة شكرا مهمة وهي وقتها يعني اليوم مثل ما قالنا نحن اليوم عم نحاول ضمن صباحنا دائما نضوي على الناحية النفسية الصحية لطلابنا مشان مثل ما ذكرت حضرتك يدخلوا هذا الامتحان هنون كلهم رواء إن شاء الله هي هي الرسالة شكرا لك دكتور إبراهيم لحضورك اليوم شكرا وأكيد بالصحة والسلامة للجميع وليطلابنا بشكل خاص شكرا بعد عن التودر أكيد بدنا نتشكرك دكتور للمعلومات اللي قدمتهم نتمنى التوفيق والسلامة لكل الطلاب المقبلين على المرحلة آمين اللي تعتبر بالنسبة لقلون صعبة يا رب نتمنى سهلة ووجود ومن شاء الله ومن ابن سوريا سوى